رئيسة وزراء بريطانيا تريزامي تخطب في البرلمان سعيا وراء إقرار اتفاق الخروج الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي صادق عليه قادة الاتحاد مؤخرا تعتبره مي أفضل الخيارات الممكنة ولا بديل عنه سوى اللا صفقة هذه هي الصفقة الصحيحة لبريطانيا لأنها تساهم في اتخاذ القرار الديموقراطي للشعب البريطاني لا أحد يعرف ما الذي سيحدث إذا لم يتم تمرير هذه الصفقة المزيد من عدم اليقين والانقسام سوف يكون نتيجة لرفض هذه الصفقة الوزراء البريطانيون احتشدوا خلف مي وقرروا تأييدها لكن المهمة صعبة والمعارضة شديدة ضد الاتفاق والرهان على رأي عام يجبر النواب على التصويت لصالح الاتفاق ربما لن يكون مضمونا إن الاتفاق يمثل نهاية المفاوضات الفاشلة البائسة إن الصمت من بقية أعضاء الحكومة سببه أنهم يعرفون أن الصفقة ستترك البلاد في أسوأ حال والبحوث تظهر أن الاقتصاد سيكون أصغر بنسبة ثلاثة فارزة تسعة في المائة بعد الخروج إن الاستمرار في الصفقة هو أذى وطني ونحتاج إلى صفقة بدلة لأن هذه الصفقة سيرفضها نواب البرلمان من المرجح أن يصوت البرلمان على الاتفاق بعد العاشر من ديسمبر كانون الأول المقبل إلا أن المعارضة العملية وكذلك مؤيدي الخروج دون صفقة من حزب المحافظين إضافة إلى حلفاء مي في الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي سيصوتون ضد الاتفاق حتى لو صوت البرلمان لصالح الاتفاق فإنما تعبت ريزة مي لن تنتهي فقد هددت رئيسة الحزب الآيرلندي الشمالي أرلين فوسر بأنها ستسحب دعمها للحكومة إذا مر الاتفاق في البرلمان وبالتالي ربما تسقط حكومة مي الاقتلافية المؤسسة القومية للاقتصاد والبحوث الاجتماعية أكدت أن هذه الصفقة حين تعقد سيقصر المواطن نحو ألف جنيه السرين سنويا وهذا معناه أن هذه الصفقة مصيرها هو الرفض وعلى تريزة مي التقنع البرلمان بإيجابيات هذه الصفقة وإلا يجب عليها أن تتنحى وتترك هذه القيادة لغيرها حتى يقود بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي عمر منايري قناة الغد لندن